السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديوز ديت نتمنى كنتكونوا بخير وعلى خير فأتم صحة والعافية يا رب فالفيديو ديال نهار اليوم كيتضمن الوصفات الرمضانية فهدي اول وصفة ان شاء الله غدينشاركها معكم هاد الثانة من الوصفات ديال رمضان شوية تأخرت في تحضير الوصفات ولكن يعني ضروري منشارك معاكم شي حاجة فكيف كتشوفوا هنا يا شاركت معاكم ريب ديال القوكوط او للضنجرة الضغط او للياغورت المنزيلي بطريقة مبسطة وجوش المقونات كيجعا قد تماما بحالي كنشيرو من المحلات فكيف كتشوفوا النتيجة فانا كنحاول نقرب لكم الكاميرا او للفيديو بيش تشوفوا النتيجة اللي حصلت عليها وساهل في التحضير ديالو كلكم توجده في نفس النهار ويعني وتستعمليه في نفس النهار يعني ماشي بالضروري يبات ليلة كاملة وكتحصل على هاد النتيجة هادي فكيف كتعرفون ما اذا الرمضانية ضروري ما كتخلاش من تحليات او للريب او لمشتقات الحليب فانا قلت نشارك معكم هاد طريقة السهلة والمبسطة ديال الريب فالصراحة كتجي نتيجة رائعة وما كنش محسن الحاجة اللي كتوجد في البيت فقديندوزوا لطريقة التحضير ديال هاد ريب هادا نتمنى انه هنا لإعجابكم لإعجابكم الفيديو ما تنسونش من اللي لايك ومن البرتاج وتخليوا لي تعالقكم المحفزة فضلا وليس امرا فكيف كتشوفو انا يبديت معكم الفيديو من الاخر ديالو فكيف كتشوفو كنقلب هاداك الكاس وما كنزلش للريب يعني النتيجة اللي مضمونة مئة في المئة كيجي ريب لعاقد فكيف كتشوفو انا يحضرت درتلي في الكوكوت ودرت حتى في الكيسان فانجوزوا لطريقة التحضير على بركة الله فبالنسبة للمكونات ديال ريب كيف كتشوفو يعني كي انه مبساط هنا عندي الحليب عندي ايطرو ديال الحليب كامل لسم يمكن لكم تستعملوا حتى الحليب ديال العبار لانهو تتغليو عندي يغورت عاقد بنكهة الفاني يغورت واحد كنحتاجوا في الليتر ديال الحليب عندي معلقة ونص ديال السكر الخاشين فهديك المعلقة كتابة اختياري تقدروا تضيفوا حتى جوج معلقة هادا جا شوية ناقص انا بغيسوا يكون ناقص فيمكن لكم ضيفوا جوج معلقة وستاشي ديال السكر فاني بالنسبة للسكر فاني يمكن لكم تستغنو عليها غير نكهة الدانون كتعطي الطعم ديال الفاني بغيسوا الطعم يكون مركز اكثر ديال لنكهة الفاني نزيدو هاد ساشي ديال السكر غنضيرها في الايناء او لفل بور اللي غنضي تختم فيه غنزيد عليها واحد مع القاونس ديال السكر كيف قد لكم السكر كيبقى اختياري ممكن لكم تضيفوا حتى الجوجة للمعالق وغنزيد عليهم هاد الياغورت هذا كيف قد شوفوا الياغورت العاقد ماشي الكريمي باش كيعطيكم هديك النتيجة يعني اللي ناجحة كيكون الياغورت عاقد وغادي نزيد علي واحد الكمية ديال الحليب تقريبا كاس ديال الحليب غنزيدو فش غادي نضوه بهذاك السكر وغادي نحل هادك الياغورت باش ميبقاش بحلها كاكيدا مجموع نضيرو طرب يداوي او لا فورشيتا ونحاولو ننزجو هاد السكر هاد المكونات مع بعضها حتى يولي لنوحد الخليط ليسائل ما كيبقاش هاد كل الحبيبات ديال الياغورت او لا ديال دانو كيف قد شوفو هنا يرى ولا القاوم ديالو مزيان ما بقاش هادو كل الحبيبات كيبانو هنخليه على جنب وغادي ناخد الكوكوت او لطنجرة الضغط غادي ندير في هادك الحليب اللي بقى عندي وغادي نديرو فوق البوطع او لفوق النار حتى يفيد يعني حتى تطلع فيه الغلية يباليكم الحليب طالع ومن بعد ما يبالينا الحليب جاي طالع فغادي ننقصه من البوطع كيف غا تشوفو معايا في الفيديو وغادي نتخلوه يغلى وحد شوية يعني غادي بدا ينقص شوية خلوه يغلتي بدا ينقص الحليب حتى يجي هادك الرايب كيجي ناجح كيف كيتشوفوه هنا انقصت البوطع وخليته كي يغلى من بعد حتيتو فوق سطح العمل غادي نخليه على جنب غادي هاديك الفرارة بعدها يلولا أو لذاك الفرارة اللي كتكون الفوق سوف نضيف الحليب في فق سطح العمل حتى يبدأ ينقص منه درجة الحرارة نضيف الخليج ياغورت والسكر والفاني كساة للسكر والفاني يجب أن تكون فيها سفارة يجب أن تحافظ على الحرارة حتى يتحافظ على الحرارة يجب أن يكون قد تحافظ على الحرارة هذيك الكوكوت أو التنجرة غادي نغطيها بيها نحافظ عليها في شي بلايسة سخونة تخليها لمدة دي لتلاتة أو لاربعة تسوي من بعد عدا بشي غادي نديرها في كل جزبرد ونشارك معكم يعني الشكل النهائي ديال رايب كيف كتشوفون هذي يخليها على الجنب حتيت عقاد هذك الريب يعني بها الطريقة رايك تجيكم النتيجة اللي مضمونا مئة في المئة وهنا يجينا للأخر ديالفيديو كيف كتشوفوا هذي هي النتيجة النهائية يعني أنا شاركتها معكم في الأول للفيديو غير هنا يفل الأخر غيرت نوريكم يعني تقرب لكم صورة أكتر كيف كتشوفو كتجي نتيجة اللي مضمونا مئة في المئة رايب عاقد وناجح كيف كتشوف هذك ديال الكؤوس هذك الكؤوس غطيتهم بالبابي بابي سلوفان وخليتهم على الجنب حتى عقادو تمو وقدمتهم فانتمنى الفيديو ديال نهار اليومي يعجبكم لعجبكم الفيديو ما تنسوني شمال اللي لايك ديالكم إلى اللقاء نطلقوا في وصفة جديدة ورمدان كريم إن شاء الله